طيب امبارح شاهد الحفل تكريم جيانا فاروق طيب تكريمها ده احنا طبعا شوفنا التكريم وشوفنا التشيرت بالنجمة العشرة وكل الكلام ده طبعا اتابعنا على شاشة قناة النادي الاهلي ولكن التكريم ده هو ابراز لدور النادي الاهلي في رعاية الالعاب الاخرى التكريم هو ابراز وطبلو طبعا مين يأتي على رأس الرياضيين اللي حصل على مدينة الالومبية كات جيانا فاروق هي دي اللقطة شكرا يا جماعة بشكركم هي دي اللقطة طبعا التكريم ده مش تكريم لشخص جيانا فقط وهتستحق مننا كل التكريم الاشهاد ولكن هو ابراز لدور النادي الاهلي في رعاية الالعاب الاخرى وانه خرج ابطال كبار على رأسهم جيانا بطل الالومبية صاحبة اول مدينة الالومبية في الكاراتير مش بس كده قيسة على كل 13 لعبة اللي في النادي الاهلي 13 لعبة كرة يد كرة طيرة كرة سلة سباحة تنس لسه هنيجي للتنس ونقول نجمتنا عملت ايه عندنا انجازات كبيرة جدا على مستوى لعب 13 لعبة بيحتضرنا النادي الاهلي هدفه فيها هو حاجة واحدة فقط جمع البطولات طبعا ده حاجة مفروغ منها وصناعة لعب منتخب وكادر للدولة المصرية لمنتخبات مصر منبارح تكريم جيانا فاروق بنشكرك كابتن محمود الخطيب بجد بنشكرك على هذا التكريم لانه النادي الاهلي بالفعل والقول ليس نادي كور القدم فقط وهي اللعبة الاحب لنا كلنا ولكن الالعاب الاخرى ده كان تعليقنا بنشكر كابتن محمود الخطيب شكرا كابتن محمود الخطيب على تكريم جيانا لمحة جيدة واحنا عارفين حالك تقصد ايه وعارفين الرمز لهذا التكريم ايه بنشكرك كابتن محمود